عن حاجة من أشد عداء القلب السجارة يمكن أنا بعتبرها ده أسوأ اختراع في تاريخ البشرية وضحاياها أكتر من ضحايا القنبلة الزرية ويمكن ودعنا الأسبوع اللي فات واحد من النجوم الجميلين من نجوم الزمن الجميل المحمود عبد العزيز وأنا بعتبره أحد ضحايا السجارة وأيضا منذ سنوات قليلة وأيضا ودعنا النجم المرموق الجميل اللي ساب بصمة أيضا في السينما المصرية أحمد زكي أيضا هو من ضحايا السجارة والسجار قصة طويلة ايه مشكلة السجارة وحجم التدخين في مصر انت عارفين طبعا احنا بنحب بأننا تصنيف وترتيب دولي الحمد لله عندنا ترتيب دولي في استهلاك السجار مصر مصنفة من العشرة لويلة على العالم في استهلاك تباكو أو التبغ أو التباق أو التدخين ولما بنقول التبغ لأن التبغ بيتاخد بكذا طريقة يعني ممكن يتاخد على عائلة السجارة ممكن يتاخد على عائلة سجار ممكن على عائلة الشيشة والشيشة نوع من التدخين وهنشرحه بالتفصيل بعد شوية إذن نحن من العشرة لويلة على العالم في التدخين ودي مشكلة كبيرة جدا نفسنا تصنيفنا يبقى في حاجات كويسة الحمد لله جيشنا مصنف على العالم لكن عايزين الحاجات الإيجابية تزيد عندنا بإذن الله تعالى استهلاكنا من السجار حوالي 80 مليار سجارة سنويا 4 مليار علبة سجار في 20 يعني سوى 80 مليار سجارة سنويا حوالي ربع المصريين مدخنين لو خدنا العدد الإجمالي نتكلم على أكتر يعني من 20 مليون أو 25 مليون مدخن دولة كاملة من المدخنين عندنا في مصر والحقيقة فيه أقاويل كتيرة عن السجارة وخدعوك فقالوا أن صغار المدخنين بمأمن من الأزمات القلبية يقولك أنا لسه صغير بأسابني يا دكتور هتقفل علي من دلوقت هسيبك أنت ما تدخنش وتموت وأنت مش مدخن لكن أنا عايز أموت وأنا مدخن عايز يقولك أن في النهاية كلنا هنموت إحنا لا نتحدث عن الموت ولا عن الأجل لكن عن نوعية الحياة قارن كده بين صدر واحد مدخن وصدر واحد غير مدخن قارن بين حتى رائحة نفس واحد مدخن ورائحة نفس واحد غير مدخن قارن بلون سنان واحد مدخن ولون سنان واحد غير مدخن قارن بين البشرة بتاعت واحد مدخن والبشرة بتاعت واحد غير مدخن هتلاقي الفرق كبير هتلاقي الفرق شاسع هتلاقي فيه هوة كبيرة جدا في الصحة والسلامة والعافية بين المدخنين وغير المدخنين وخدعوك فقالوا إن كمية بسيطة من السجاير ما تعملش مشكلة يا دكتور ده هي سجارة واحدة بحبس بيها بعد كل أكلة إيه يعني تلس سجاير في اليوم أقولوا لا يا حبيبي حتى نففة واحدة من التدخين حتى نفس واحد من السجاير ده ممكن يعمل أزمة قلبية وخدعوك فقالوا إن السجارة بتاعة الصبح دي اللي هتديك الرغنق وهتصحيك وهتخليك مركز أقولوا لا يا حبيبي سجارة زائد فنجان أهوة صباحية ممكن أن يساوي أزمة قلبية ويا محلات كتيرة جدا يجيلي هو لسه في مقتبل العمر وفي ريعان الشباب العشرينات والتلاتينات وبعد كده ألاقي داخل بأزمة قلبية بمر في العناية المركزة الواحد صغير جدا ما عندوش الريسك فاكتورز ما عندوش عوامل الخطورة التقليدية اللي احنا عارفينها الضغط والسكر والكوليسترول ولا التاريخ العائلي لكن مدخن فقط أقول له حرمت يقول لي حرمت حتى النواب معايا يقولولي إيه أنت فيه سين بينك وبينه إيه أنت لسه أول مرة تشوفه أقول له لا أصدع السجائر فيقول لي آفها ده أنا كنت مدخن كفيف التدخين ده أنا كنت ما بطلعش من الكفيف الشيشة ما كانتش بتسيب إيه دي والشيشة قصة كبيرة وهنتكلم عنها بالتفصيل والتدخين مشكلة كبيرة جدا ومصر يعني الحمد لله لها ترتيب أعلمي في المدخنين ونسبة استهلاك السجائر عندنا أرقام مزعجة أنا دائما بحب لغة الأرقام لغة الأرقام صادقة حتى لو كانت صادمة أحيانا لكنها صادقة وبيبين حجم المشكلة وعمق المشكلة في مصر عندنا حوالي 25 مليون مدخن طيب من الأطفال عندنا أطفال مدخنين أكتر من سنة 10 سنين يعني من 10 إلى 15 سنة حوالي 70 ألف طفل مدخن ده رقم ندخل به المسوعات العالمية للأرقام القياسية 15 سنة في سنة 15 سنة لسه طارب إعدادي لسه بيبدأ أولى خطواتي في الحياة عندنا حوالي نصف مليون طفل مدخن ده أرقام مزعجة جدا لذلك لا تتعجب ولا تستغربش لما تلاقي واحد جايلك وهو في العشرينات أو الثلاثينات بجلطة في الشريان التاجي إيه علاقة السجاير بالشريان التاجي ده كلام كتير هنشرحه بالتفصيل طب إيه أنواع التدخين إيه بقى في مصر يعني أنت ممكن تدخن بإيدك بسمه فرست هند سموك وعاحد بيدخن بإيده سواء هيدخنها سجارة أو سجار زي ما احنا قلنا أو بايب أو شيشة ده كل ده نوع من أنواع التدخين طيب